جائحة الفساد بهذه العبارة وصف رئيس الوزراء الحالي في العراق محمد الشيع السوداني الفساد المستشرية في العراق بعد نحو عشرين سنة على الاحتلال الامريكي وأكد السوداني أن حكومتك لن تسكت عن الأموال المنهوبة ولن تكرر سياقات الحكومات السابقة بشأن محاربة الفساد وقال بأنه لا توجد خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت بينما يرى خبراء قانونيون عراقيون أن الجهات المتهمة بالفساد هي التي تدير مكافحة هذا الملف كما أن الكثير من الجهات السياسية المتهمة بالفساد تحمل السلاح وهو عامل ضغط وخطورة أن يكون السلاح بيد الفاسد في حين يرى محللون ومراقبون للشأن العراقي أن حكومة السودان ما هي إلا مكملة للحكومات التي سبقتها منذ الاحتلال وسيظل العراق منهبا لإيران التي ترعى هذه الحكومات بميليشياتها والتي تدير مشاريع تهريب الدولر من أموال العراقيين بالمليارات منذ احتلال العراق بمنهجية لتمويل مشروعها في المنطقة وتستحوذ على النفط العراقي بغية الخروج من عنق العقوبات المفروضة عليها بدمجه مع النفط الإيراني وبالمحصلة يزداد المواطن العراقي فقرا ويهوي بالاقتصاد والدينار العراقي إلى هوة سحيقة ترجمة نانسي قنقر